ارتفع معدل التدخم في بريطانيا لأعلى مستوى في 41 عاماً متجاوزاً 11% خلال الشهر الماضي مقارنةً بعشرة في المئة خلال سبتمبر ويعز ارتفاع التدخم إلى عوامل من بينها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي سجلت أكبر زيادة منذ عام 77 من القرن الماضي وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 16% على أساس سنوي بينما زادت أسعار الطاقة بـ 27% ويقول مكتب الإحصاء البريطاني إن السقف الأعلى الذي فرضته الحكومة على فواتير الطاقة ساهم في الحد من التدخم مقارنة بمعدل التدخم في بريطانيا نلاحظ ارتفاعاً بطبيعة الحال في باقي دول مجموعة السابع وإن كان بنسب متفاوتة في بريطانيا كما قلنا معدلات التدخم تجاوزت 11% هذه المستويات التي نراها هي الأعلى في 41 عاماً غير بعيداً عن بريطانيا في إيطاليا نتحدث عن مستويات قاربة 13% هذه الأرقام هي الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات قبل نحو 30 عاماً في ألمانيا معدلة التدخم وصلت إلى 10.5% تقريباً وهو المستوى الغير مسبوغ في الولايات المتحدة الأمريكية تباطأ التدخم نسبياً إلى مستويات 17% كما نلاحظ وذلك دون مستويات 8% لأول مرة خلال 8 أشهر في كندا التوقعات تجري إلى 7% في فرنسا معدلات التدخم وصلت إلى 6% ارتفاعاً من 5.5% في شهر سبتمبر الماضي أخيراً نجد أن التدخم في اليابان وصل إلى نحو 3.5% وهو أعلى مستوى منذ 8 عاماً في خبر آخر أعلن زعماء مجموعة العشرين أن البنوك المركزية لهذه البلدان ستواصل تقييم وطيرة تجديد السياسة النقدية وذلك مع مراعاة الحاجة إلى الحد من التداعيات الاقتصادية السلبية لهذا الأمر عبر دول العالم مع التأكيد على التزامهم بتجنب التقلبات المفرطة لأسعار الصرف وقرت المجموعة بأن أسعار كثير من العمولات قد تحركت بشكل كبير هذا العام وأكد بيان المجموعة أن البنوك المركزية لمجموعة العشرين تراقب عن كثب تأثير ضغوط الأسعار على توقعات التدخم أعلنت شركة جازبروم الروسية أن إنتاجها منذ بداية العام هوى بنسبة 9-19 في المئة كما هوت الصادرات بنسبة 43 في المئة وقد انخفضت صادرات جازبروم بعدما قللت الشركة أو أوقفت إمداداتها إلى بعض أكبر زبائنها الذين رفضوا تحول إلى الدفع بالعملة الروسية الروبل إلى جانب ذلك تعرض خاطئ نبيب الغاز نوردستريم واحد الذي يربط بين روسيا وألمانيا لأضرار في سبتمبر أيلول الماضي مما قطع طريقة إمدادات آخر إلى أوروبا وفي الداخل سجلت جازبروم انخفاضا من نحو 6% في الطلب وهو ما يشير إلى تفاقم الركود في القطاع الصناعي الروسي إلى تونس حيث بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري 15.13% وكشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي أن عدد العاطلين عن العمل بلغ أكثر من 613 ألف شخص وترتفع نسمة البطالة أكثر في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 عاما وأربعة وعشرين عاما لتبلغ 37% منذ فوزها باستضافة كأس العالم 2022 التزمت قطر بتنظيم نسخة الأكثر استدامة في تاريخ المونديون كما حرصت على تبني أعلى المعايير البيئية خلال كافة مراحل مشاريع البنى التحتية اللازمة لتنظيم هذا الحدث العالمي التفاصيل في العرض الاتي ترجمة نانسي قنقر إلى تركيا حيث خفضت مبيعات المساكن الشهر الماضي بأكثر من 25% على أساس سنوي تبلغت أكثر من 100 ألف منزل كما خفضت المبيعات على أساس شهري بنحو 10% وأظهرت البيانات خفاض مشتريات الأجانب بنحو 9% على أساس سنوي وتصدرت إسطنبول أكثر المدن بيعا للمساكن في تركيا تلتها العاصمة أنقراء ثم أنطاليا في المرتبة الثالثة أعلنت منصة يوتيوب أنها ستضيف خصائص جديدة للتسوق وذلك في خدمتها للمقاطع المصورة القصيرة المماثلة لمقاطع شركة تيك توك يتذلك فيما يسعى هذا الموقع المملوك لشركة ألفبت إلى تعزيز إيراداته في مواجهة تراجع إنفاق المعلنين القلقين من حدوث ركود اقتصادي عالمي كما تجري المنصة تجربة تتمثل في برامج جديدة بخدمة البث المباشر وذلك للأشخاص المؤثرين الذين يبعون منتجات عبر روابط في مقاطعهم اشتركوا في القناة